بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي أتحدث فيها عن شخصية فريدة كان لها تأثير كبير في الأوساط العلمية والثقافية على بعد في بلادها ونأي في أوطانها لكن الرجل كان عاملا عالما مشتهدا فترك بصماته على أرض الواقع وعمل واشتهد فجنى ثمار عمله بعد توفيق الله تعالى له وحفظه وتأييده وهذه الشخصية هي الإمام الشوكاني القاضي اليماني محمد ابن علي الشوكاني ونسبة إلى شوكان قرية قريبة من صنعاء ولد فيها سنة 1174 للهجرة وتوفي في صنعاء بعد أن نزح إليها أهله سنة 1250 وهذا يوافق بالتاريخ الميلادي تقريبا 1835 هذا تاريخ وفاتي سنة 1835 سنة 1250 للهجرة اليمن وهذا حديث عن شوكاني يقود من حديث عن يمن اليمن هي بلاد بعيدة معزولة جبلية طبيعتها جبلية في أكثر تضاريسها وأجزائها فلذلك كانت معزولة عن العالم الإسلامي مدة طويلة ولذلك أيضا استعصت على كثير من الفاتحين والمحتلين والغازين والإسلام دخلها بدون قتال دخلها بدعوة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأهلها معاذ بن جبل علي بن أبي طالب أبو موسى الأشعري وفروة بن مسيك رضي الله تعالى عنهم أجمعين هؤلاء وغيرهم اجتهدوا في تحويل يمن الإسلام وما احتاج أهل اليمني إلى قتال ولا إنما دخلوا في دين الله تعالى طوعا ورغبة في زمان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهم كانوا من أبكر الشعوب التي دخلت في الإسلام ومن أولها استجابة لرسوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام عاشت اليمن بعد ذلك تحت الحكم الإسلامي كما هو معلوم شارك أهلها وبقوة في الفتوحات وفي الغزوات الإسلامية خارج الجزيرة وكان لهم استقرار بعد ذلك في الأندلوس وكان لهم استقرار في أماكن من العالم الإسلامي وشاركوا في بناء الدولة الإسلامية وحضارة الإسلام عن طريق نموز عظام وإمة كبار انتقلوا وعاشوا في كل مكان تقريبا وهذا يحسب لأهل اليمن من الفضل ولا أعلم شعبا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما أثنى على أهل اليمن ولا أعلم بقعة أثنى عليها كما أثنى على اليمن إلا بلاد الشام فإنها أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عاطرا وجميلا والنبي صلى الله عليه وسلم لمجاء أهل اليمن قال أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة الإيمان يمان والحكمة يمانية الإيمان يمان والحكمة يمانية وهذا ثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بعده ثناء يثبت رقة القلوب ولينا الأفئدة وهي صفة مهمة جليلة في العبد إن وجدت فيه فهي قد وجدت لتؤدي إلى خير كبير وعظيم والإيمان يمان والحكمة يمانية وهذا أيضا ثناء جليل وعظيم والله تعالى ذكر تلك البلاد في كتابه فقال بلدة طيبة ورب غفور فالبلدة وصفت بأنها طيبة وهذا أيضا ثناء على البلدة فإذا أهل اليمن قد أثني على بلادهم وأثني عليهم ثناء خاصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقوا تحت حكم الإسلام إلى يوم الناس هذا مرتدوا ولا بدلوا ولا غيروا على ظهور بعض الكذبة فيهم لكنهم استمروا على إسلامهم ودينهم وحماسهم لهذا الإسلام ولهذا الدين وأيضا توالى عليهم الرؤساء والذين حكموا اليمن من قبل الخلفاء الراشدين ومن قبل الأمويين بعدهم من قبل العباسيين ومن قبل الأيوبيين فقد حكمهم السلطان تغطكين تغطكين ابن أيوب وهو أخو صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمة الله تعالى عليهما صلاح الدين أرسل أخاه إلى اليمن تغطكين من أجل أن يحكم اليمن نيابة عنه فبقي تغطكين سنوات في اليمن حاكما نيابة عن أخيه وهكذا في الحقيقة كان أكثر حكامهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاقبوا على حكم اليمن قرابة ألف سنة وهذا أمر معلوم من التاريخ ولهم تفصيل في دولهم وفي طرائق حكمهم يطول الوقت بذكرها وليس هذا من غرض هذا البرنامج كما هو معلوم غرضه الإيجاز والتركيز على العبر والعظات حتى نستفيد فليس المراد هو القص فقط إنما المراد الإخبار ببعض الجوانب مع التركيز العبري والعظات وإبراز جهود المجاهدين من العلماء والصالحين والعاملين وإبراز التضحيات وإبراز الدعوة وإبراز العلم الشرعي وإبراز الجهود التي بذلت فكل هذا من غرض هذه الحلقات وإذا جاء أدنى أن نأتي إلى عصر الشوكاني رحمه الله تعالى فعصر الشوكاني كما قلت لكم ولد سنة أربع وسبعين ومئة بعد الألف وتوفي سنة ألف ومائتين وخمسين يعني عاش ما بين القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر الهجري أو في القرن الثامن عشر وثلث الأول من القرن التاسع عشر الميلادي فقد توفي ألف ثمامية خمس وثناثين في تلك المدة كان العالم الإسلامي يموج بحركات سياسية والدولة العثمانية كانت قد أخذت في الضعف ووضعها كان صعبا جدا وكانت لا تستطيع أن تحتفظ بالعالم الإسلامي كما ينبغي لها أن تحتفظ وكانت الجزائر قد دخلتها الحملة الفرنسية المقيتة وكانت مصر أيضا قد دخلها الفرنسيس أيضا وأوضاع العالم الإسلامي أوضاع صعبة في الحقيقة في المدة كان فيها الشوكاني كان اليمن استقلال استقلال كبير عن جسم الدولة الإسلامية وكان أئمة يحكمونها باسم الإمام يقال عنه الإمام الحاكم وهو من آل بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان الشوكاني يعيش في زمن هؤلاء الأئمة وهؤلاء الأئمة يتمتعون باستقلال كامل عن أي تبعية كانت يحترمون أشراف مكة وبينهم وبينهم مراسلات واتصالات لكن ليس هناك أي تبعية لأي جهة كانت بالنسبة لحكام اليمن الذين كانوا بالتعبير السياسي الحديث كانوا في شمال اليمن في شمال اليمن في جبال اليمن يحكمون أما جنوب اليمن وهذاك له قصة طويلة أخرى وله سلاطين آخرون يحكمونه وله طرائق في حكم تختلف عن حكم شمال اليمن آنذاك الشوكاني ورد ليجد نفسه في هذه البيئة وفي هذه الظروف وفي هذه الأحوال وكان أبوه قاضيا في دولة الأئمة هذه فيسر له سبل العيش وضمن له الحياة الكريمة وفرغه للتعلم فاستفاد الشوكاني من هذه الفرصة أي ما استفاده وحرص على طلب العلم بقوة وهمة وإخلاص ففتح الله تعالى عليه أي ما فتح وكان له بعد ذلك جهود كبيرة في نشر العلم الشرعي وفي الثقافة الإسلامية بالتعبير الحديث وفي تثبيت الإسلام في اليمن كما سيأتي إن شاء الله تعالى كان قد اجتهد في الدرس والأخذ والاستفادة حتى أنه يعني العجب تصدى للتدريس وهدون العشرين وهذا أمر جليل أن يتصدى إنسان للتدريس وللإفادة وهدون العشرين هذا أمر لا يتيسر لأكثر علماء الإسلام وطلبة العلم فيه وتصدى للإفتاء وهو في العشرين وإيضا هذه علامة بارزة على نبوغه المبكر وعلى اجتهاده واجتهد اجتهادا مطلقا وهدون الثلاثين وهذه أيضا مسألة طويلة يطول فيها الحديث لأن أكثر المتأخرين لا يسلمون لأحدهم بقضية اجتهاد المطلق يقولون اجتهاد المطلق هذا كان من شأن الأئمة الأوائل أما المتأخرون فإنهم لا يستطيعون أن يجتهدوا اجتهادا مطلقا وهذه قضية يطول فيها النظر والكلام وبالنسبة لإخواني وأخواتي أقول لهم بإجازة شديدة في هذه القضية هو لا بأس باجتهاد المطلق لا بأس أن يتجه الإنسان ومباشرة إلى كتاب والسنة ليستبت الأحكام ويرجح بين أقوال الفقهاء أهل الإسلام ويختار ما يراه الأقرب والأفضل لكن ليس لكل أحد في الحقيقة وليس أيضا في هذه السنة مبكرة دون الثلاثين والدليل على ذلك أن شوكانية نفسه رحمة الله تعالى عليه تراجع عن عدد من أقواله العقدية والفقهية بعد ذلك لأنها دون الثلاثين يكون إنسان بعد لم تجتمع فيه الآلة المطلوبة لإجتهاد المطلق وليست الآلة هي فقط القراءة والاطلاع بل الوعي واكتمال العمر والقرب من سن الأشد يعني قرب من أربعين سنة وهذه القضايا مهمة وهذه الأمور مهمة في هذه القضية قضية الاجتهاد الرزانة الهدوء التثبت كل هذه من شرائطها تقدم العمري قليلا أما أن يجتهد اجتهاد مطلقا يدعي الاجتهاد مطلق ودون الثلاثين هذه قضية لا تسلم إلا للأفراد القليلين جدا على مدار تاريخ الإسلام كله وأحسب أن الشوكانية رحمة الله تعالى عليه تعجل قليلا في دعوة الاجتهاد المطلق بعد ذلك نعم أقر له بالاجتهاد المطلق بعد عشر سنوات ربما من دعواها أو أكثر لكن وهو دون الثلاثين هذه مسألة لا تختلف الأنظار أنه تعجل فيها قليلا ولو صبر لكان أفضل وأحسن وأقول لكم دهين أنه تراجع عن عدد من أقوال الاعتقادية والفقهية بعد ذلك الأبوه كان قاضيا لكنه كان زاهدا فمات ولم يخلف شيئا لا بيتا ولا مالا إلا شيئا قليلا جدا فالشوكاني هنا بعد موت أبيه اتجه إلى سلك القضاء ودخل في الدولة يعني سار قاضي القضاء في اليمن أو أقضى القضاء لأن كلمة قاضي القضاء هذه كلمة كثير من الناس لا يحبها يقول قاضي القضاء هو الله تبارك وتعالى فلنسميه أقضى القضاء يعني في الدنيا المهم تولى هذا المنصب المهم الخطير وهو في السادسة والثلاثين من عمره ولا شك أن التبكير بهذه المناصب والوظائف دال على إمامة فيه ونوع اجتهاد ونوع مثابرة لا شك في ذلك أن يمسك في بلد كاليمن بقضاء القضاء وهو في السادسة والثلاثين أمر دال على إمامته ورتبته واجتهاده رحمة الله تعالى عليه وكان مع إمة اليمن أن القاضي القضاء هو منصب سياسي كما هو منصب ديني فكان مع إمة اليمن مع الإمام المنصور ومع الإمام المتوكل ومع غيرهما وكان ينوب عن الأئمة في قبض البيعة أخذ البيعة من أهل الإمام ومن الأمراء ومن الوزراء ومن الكبراء فكان ينوب عن الإمام في أخذ البيعة وكان يراسل أشراف الحجاز ويراسل بعض الحكام الآخرين نيابة عن الإمام باسم الإمام ومن أهم مراسلاته كان التنبيه على الغزو الصليبي البحر الأحمر وتطويق البحر الأحمر من جهاته بالصليبيين وهذا التنبيه كان من الشوكان باسم سلطان اليمن أو إمام اليمن إلى أشراف مكة والمجهة تعاون لدرء هذا الخطر عن بلاد الإسلام وكان يخرج مع الإمام يعني بعض الأحيان مع الإمام المتوكل لتأديب الخارجين على سلطته ولتأديب بعض العصار يخرج معهم في الجيش في المعركة وكان في زمن الفتن لأنه يكثر فتن في صنعاء وبسبب سأذكر لكم قريبا كان يحاول أطفاءها ويقترح على الإمام العقوبات للمتورطين في الفتن والإمام يمضي له ذلك أو يمضي له بعضه بحسب نظر الإمام لأن الإمام أيضا عنده اجتهاد وعالم كما هو معلوم فهو إذن قريب قريب جدا من الإمام ويعد في مدة من المدة هو الرجل الثاني في الدولة أو الثالث بحسب وضع الإمام بحسب تقريبه له وابعاده عنه لكنه كان مقربا للدولة الإمامية في اليمن بوجه عام وكان مرضيا عنه بوجه عام هذا على أنه ما كان يسلم لهم بكل شيء بل كان ينصح ويراجع ويحاول جهده في تقويم الأمور الإمامة في اليمن هي إمامة زيدية وزيدية منهم أنا ما أريد أن أقلب الحلقة إلى حلقة علمية محضرة لكني أحاول أن أوجز في تاريخ الزيدية والزيدية لهم تاريخ طويل لا مجال لإراده هنا هم أتباع إمام اسمه زيد بن علي وزيد هو ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم زيد بن علي خرج على هشام كما قال إمام الذهبي اتكب هفوة فخارج على هشام فصلب في زمن الدولة الأموية صلب وقتل وكان هو عالما عاملا مجتهدا صاحب تقوى وصاحب دين لكنه أرأ الخروج وأتباعه من بعده سلكوا طريقه وسموا بالزيدية زيد بن علي وخالفوا الشيعة الاثنى عشرية الرافضة لأن الشيعة الاثنى عشرية الرافضة لا يقرون بإمامة زيد إنما يقلون بإمامة أبي جعفر الباقر أخي زيد وهو محمد بن علي زيد بن علي ومحمد بن علي فهما أخواني الرافضة لا يقلون بإمامة زيد بن علي وإنما يقلون بإمامة أبي جعفر الباقر محمد بن علي وهم جاءوا إلى زيد وطلوا منه أن يتبرع من الشيخين فأبى ورفض قالوا إذن نرفضك فسموا بالرافضة فكلهم موقف سيء من زيد وهم إلى الآن لا يقرون بالزيدية لا يقرون لزيدية بشيء لكن إذا حصل هناك بعض التنسيقات السياسية في هذا الزمان بينهما لكن هذا ليس وقت الحديث عن هذا لكن من معلوم أن الزيدية يكفرون الرافضة والرافضة أيضا يكفرون الزيدية الزيدية تعاقبوا على حكم اليمن إلى عصر الشوكاني وإلى العصر الحديث لما سقطوا بالثورة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى في قصة وشخصية الأستاذ محمد محمود الزبيري إن شاء الله تعالى فالزيدية هؤلاء كانت شوكاني قاضي قضاتهم ويفترض أن يكون زيديا مثلهم لكن الشوكاني كما قلت لكم اجتهد اجتهادا مطلقا وخالف الزيدية في عدة قضايا منها مسألة الخروج على الحاكم أن الزيدية هذا من أصولهم أن يخرجون على الحكام إن رأوا منهم ظلما أو رأوا منهم سوءا يخرجون عليهم وأهل السنة وجماعة لا يرون هذا والشوكاني كان لا يرى هذا يخالف الزيدية مسألة الخروج على الحاكم بل ينبغي سبر عليه ونصحه أيضا يخالف الزيدية في قضية الأذان بحي على خير العمل عندهم وقضية جمع بين الصلوات بدون عذر وقضية الإمام وانحصارها في أبناء فاطمة رضي الله تعالى عنه الزيدية يقولون بهذا والشوكان يرد عليهم يقول إمامة من قريش حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم أما انحصاره في أبناء فاطمة فليس فيه دليل يرد على الزيدية يعني إذن كان الاجتهاده يرد ولا يقبل هذا الأمر ويرد على الزيدية ويقرر هذا بشجاعة وقوة وهو في دولة زيدية ويتبع لإمام زيدي وهو قاضي قضاته مع ذلك كان يصدع بكلمة الحق وجره ذلك إلى مواقف كثيرة وإلى صدامات بينه وبين عوام الزيدية وبعض علمائهم كما سأبين بعد قيل إن شاء الله إذن هذه شخصية الشوكاني شخصية اجتهادية شخصية متحررة شخصية لا تقبل أن تتبع أحدا إنما يصدع بما عنده من الحق رحمه الله تعالى وغفر لنا وله كان يقول على سبيل المثال من أقوالي جميلة في قضية هذه المحاربة لقضية الزيدية المتعصبين كان يقول من سب وثلب من الزيدية فليس هو بزيدين أبدا وليس هو بمتبع أئمة أهل البيت ولكنه رافضي غال في رفضه هكذا وبقوة وذلك أن الخطورة القضية أن عددا من عوام الزيدية وعددا من مشايخهم المتعصبين كان يقول بهم الحال إلى الرفض نسأل الله سلامه العافية يعني إيش من سب وثلب من الزيدية يعني من سب الشيخين رضي الله تعالى عنهم أبا بكر وعمر وثلب عرضهما وثلب عراض الصحابة يقول ما عدا أسار هذا زيديا لأن أئمة أهل البيت ما يقبلون هذا الكلام وأتباع زيد وزيد نفسه رحمة الله عليه ما قبل هذا الكلام وهو رد الرافض الذين جاءوا وقالوا نتبعك ونواليك على أن تبرأ من الشيخين فرد عليهم هذا ولم يقبله فكيف يقال إذن إن المذهب الزيدي هو السب هذا كلام خطير غير مقبول فلذلك برز في زمان الشوكاني وقبل زمان الشوكاني بمدة أيضا مجموعة من الزيديا كانوا لفرط عصبيتهم ولفرط تحملهم ولجهل أكثرهم كانوا ينتقلون من التزيد إلى الرفض الكامل وسب الصحابة رضي الله عنهم القدح في الشيخين العظيمين الشيخين إسلام أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وهكذا لذلك إلى اليوم في اليمن هناك مشكلة ومشكلة كبيرة هناك محاولات دائبة ودائمة من أجل تحويل الزيدية إلى رافضة هناك مراكز تمول من الخارج اليوم في اليمن من أجل تحويل الزيدية إلى رافضة هناك بعثات من اليمن تذهب إلى الخارج من أجل تعلم مذهب الرفض والعودة مرة أخرى إلى اليمن لتثير قلاقل وتثير محنة وتثير مشكلات إذن اليمن اليوم حتى اليوم بعد تحذيرات الشوكاني الكثيرة وتحذيرات أئمة اليمن غير الشوكاني يعني حاولوا أن يوقف الزيدية من الغلو والتحول إلى الرفض لكن للأسف الشديد اليوم هناك حملة كبيرة من أجل هذه القضية من أجل تحويل الزيدية إلى رافضة ونجحت هذه الحملة في عدة جوانب مثلا قضية الشمال في صعدة والمشكلة الكبيرة صارت في قضية الحوثي وثورته على الدولة وهو من معلوم أنه تحول إلى رفض كامل وهو مجموعة كبيرة معه وتمكن في الجبال شمال اليمن وكان منهم ثورة قريبة في السنتين الماضيتين وإن الآن تعاني اليمن من ثورتهم ومن انتقاضهم مرة بعد أخرى كل هذا تحول التحول الكبير الذي ترى على الفكر الزيدي مؤخرا وأدى به إلى انتقال إلى شيء من الرفض الكامل أو إلى رفض تام وهناك محاولات تجري أيضا في مراكز أخرى في اليمن من أجل هذه القضية وهذه قضية في غاية الخطورة أئمة أهل البيت وأئمة زيدية أنفسهم ما يقبلون هذا ولا يغضونه ويصرحون في كتبهم بحب الصحابة وحب الشيخين وغاية ما هنالك غاية ما هنالك أنهم يقولون أن علي رضي الله عنه أولى بالخلافة لكن أما أن يسبوا وأن يغلو هذا الغلو ويتجاوز إلى أعراض الصحابة هذه مسألة غير مقبولة ألبتة لا عند الزيدية ولا عند غير من أهل الإسلام من أهل السنة والجماعة لذلك أنا أحذر في هذه الحلقة من الخطر خطر تحول الزيدية إلى رفض تام وهذه مسألة تحتاج إلى تحرك من قبل علماء اليمن ووجهاء اليمن وكبار اليمن حتى ساسة اليمن يجب أن يتحركوا من أجل هذه القضية المهمة وأن يحافظوا على بلادهم من المحن والفتن والقلاقل الشوكان نفسه تعرض لحملة ضخمة في اليمن وكان من عادة العوام أن العالم إذا تكلم بالحق وبيّن منزلة الصحابة رضي الله عنهم وبيّن أن عليا لم يوصى إليه بشيء وأن هذا ليس بفكر صحيح وكان العامة يرجمونهم بالحجارة في وقت الدرس وربما تعدوا ذلك إلى الانتقام منهم في بيوتهم ومن أهلهم فكان العلماء لذلك يجبنون ويخافون ويحجمون عن إيضاح الحق في كثير من الأحيان الشوكان كان يصدع رحمه الله تعالى ربما كان لمنزلته من الدولة وكان قاضيا للقضاء وكان أقضى القضاء عنه وكان له منزل مقرب من الإمام ويحبه الأئمة فما كان يجرؤون عليه العامة ربما كان هذا هو سبب لكن أيضا في طبيعة الشوكان الداخلية هذا موجود وبقوة في نفسه قضية الصدع بالحق وعدم خوف لومة لائم وهذا موجود واضح في نفسه في كتبه فإنه واضح كل الوضوح فربما صانه الله تعالى بهذا المنصب لأجل يتحدث ويبين الحق ويظهره على بكل وضوح مرة العوام حاصروا بيته وهو يدرس في البيت ورجموا البيت وكاد البيت يهد من فعل العوام وصارت فتنة ضخمة في صنعاء وأيضا رجموا بيوت عدد من العلماء فاجتمع به الإمام وقرروا عقوبة تمضى على هؤلاء الخارجين أو على هؤلاء العوام المشاغبين وبعض مشايخهم المحرضين واقترح الشوكاني العقوبة فنفذها الإمام كلها مثل هذه القضايا توضح مدى الجو المشحون الذي كان يعيش فيه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ومدى الخطر الذي كان يحيط به من غلات الزيدية ومن جهلة الزيدية ومن تعصب بعض مشايخ الزيدية فلكنه قام بواجبه خيري قيام رحمة الله تعالى عليه وهذا أمر لا بد منه العالم العالم إن لم يصدع بالحق والعالم إن لم يتكلم بما يعتقده حق حقا والعالم إن لم يجهر بحقي هذا فمن الذي يجهر بالحقي إذن هل سيجهر العوام هل سيجهر المشايخ وعلماء السوء فلابد العالم الصادق أن يجهر بنوع من الجهر في إظهار الحقي وبيانه وإلا خفي على الناس وصار ملبسا ملتبسا وهنا من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار كما جاء في الأثر وهذه قضية خطيرة وخطيرة جدا هذا عمل للشوكان مهم في الحقيقة كتب في ذلك كتبا وألف رسائل وتصدى لذلك في الجامع الكبير في صنعاء وتصدى لذلك في بيته وتصدر مرارا في الرد على هذه القضية فهذا عمل من أهم أعمال الشوكان رحمة الله تعالى عليه من أهم أعمال أخرى أيضا محاربته للتقليد وهذه قضية طول ذكرها أيضا وتفصيلها لكن التقليد قد أطبق عليه أكثر المسلمين منذ قرون قبل الشوكاني فكان الشوكاني بنفسه قد ترك التقليد كما قلت لكم ودع الاجتهاد مطلق قبل الثلاثين ودرس قبل العشرين وأفته في العشرين يعني وطبق ذلك عمليا وألف كتبا في ذلك أدب الطلب للشوكاني في هذه القضية السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار أيضا في صدى كبير لهذه المسألة القول السديد في أدلة الاجتهاد والتقليد كتاب الشوكاني أيضا في هذه المسألة يعني هو ألف كتبا ورسائل ووضع أفكارا كثيرة في قضية التقليد هذه في كتابه ولولا أنه تعجل كما قلت لكم آنفا في قضية الدعاء الاجتهاد المطلق وهو في أواخر العشرينيات من عمره وفي السن المبكرة ولا أوافق على ذلك ما قلت لكم لو لأنه تعجل لا كان كلمة إجماع في ظني لو تأخر قليلا في دعواه الاجتهاد هذه لذلك هو أيضا صرف وقتا كبيرا من حياته الأولى وجزءا لا بأس به من كتاباته في قضية تقعيد مسألة الاجتهاد والتقليد والنعي على المقلدين ووصمهم بأسوأ الصفات والأوصاف وقد ككم الشوكاني يتكلم بحرارة وتدفق وعاطف جياش في كتبه ولا يبالي من أصاب بعاطفته تلك ومن أغضب ومن أرضى فهو هكذا يجهر ولا يبالي فإذا العمل الثاني المهم قضية التقليد لأن المسلمين كانوا فيها على طرفين نقيد بين طائفة تقول بالتقليد المطلق وعدم جواز أي نوع من أنواع الاجتهاد وهذا أمر حتى من ناحية العقلية لا يسوخ وبين طائفة أخرى تساهلت كثيرا والدعو الاجتهاد المطلق بسرعة بمجرد قراءتهم القرآن والأحاديث النبوية الدعو الاجتهاد فأتوا بطوام أيضا في المسائل الفقهية وأتوا بشواذ من المسائل فنحن بحاجة إلى وسط طرفان نقيدي هذان لا يصرحان إنما الوسط الوسط هو محاولة الاجتهاد ومحاولة البحث عن جواب المسائل الجديدة والاجتهاد في ذلك كله لا شك في هذا محاولة تنقيب عن التراث وإخراج دراله وكنوزه لا بأس بذلك لكن على أن لا يهمل تراث علماء الإسلام وأن لا يترك بدعوة الاجتهاد المطلق أو الجزئي وأن يحترم أئمة الإسلام وعلماء الإسلام أن يحترموا وأن يقدر مجهودهم أن تستفاد من كتبهم لأن طائفة دعت الاجتهاد فتركت كتب كل هذه وغاصت فيما زعمت من الاجتهاد وأخرجت بأفكار شاذة وراء شاذة عجيبة أثرت على مسيرة المسلمين في العصر الحديث ومسيرة الفقه الإسلامي واجتماع المسلمين على كلمة واحدة وهذا من الغلو الذي لا ينبغي أيضا